موسيقى أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن قال وزير خارجية السعودية عادل الجبير إن دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة استقرار أمن المنطقة مطالبا للدوحة بالالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض وأضح الجبير في كلمة له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن موقف الدول الأربعة هو مطالبة قطر بالالتزام بمبادئ القانون الدولي في محاربة الإرهاب سيطرت قوات النظام السوري على جميع إنحاء ريف دير الزور الغربي في عقاب انسحاب تنظيم داعش منها وكانت هذه القوات مدعومة بالميليشيات الأجنبية قد سيطرت على قرى ومناطق معدان عتيق والسويدية والمصاطحة والعوسج ومجبل الإسفلت ووصلت إلى منطقة معدان جديد عند الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي دير الزور والرقة استهدف الطيران الحربي التابع لنظام الأسد مناطق في حي جوبر بمحيط دمشق وأطراف بلدة عين ترما في الغطاة الشرقية وذكر المرصد السوري لحقوه الإنسان أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف على النشابية وحرستة ومناطق أخرى في غطاة دمشق الشرقية استكملت القوات العراقية تحرير مناطق شرقية دجلة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد ووصلت القوات إلى الجهة الثانية المقابلة لقرية الزوية بعد أن نجحت بتحرير سلسلة من القرى المحاذية للنهر وهي سديرة سفلة وصباح تحتاني وبدأت الاستعداد للهجوم على ناحية الزاب بمحافظة كاركوك شارك عشرات الألاف من سكان بيونج يانج في مظاهرة في العاصمة الكورية الشمالية تأييدا لمواقف الزعيم كيم جونج أون المنتقدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان ترامب وصف في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كيم أون برجل الصواريخ مهددا كوريا الشمالية بتدمير كامل إذا شنت هجوما على الولايات المتحدة أو حلفائها ويتخذ الخطاب الناري بين كيم وترامب منحا شخصيا بشكل متزايد ما يثير المخاوف من حصول سوء تقدير في الأزمة بشأن السلاح النووي لكوريا الشمالية ضرب زلزال بقوة ست درجات وعشر درجة مدينة مكسيكو وبعد أربعة أيام من زلزال بقوة سبع درجات وعشر درجة أوقع نحو ثلاثمائة قتيل وفق معهد رصد الزلازل المكسيكي وأحدد المرصد مركز الزلزال في ولاية واكساكا في جنوب البلاد بعد أن عدل من حساب قوته طلقت في الصين الرحلة الأولى لأسرع قطار في العالم والملقب بالرصاصة والذي يربط بين العاصمة بكين وشنجهاي شرقية البلاد ويأتي أسرع قطار في العالم بمواصفات جديدة وبسرعة قصوى تصل إلى نحو أربعمائة كيلو متر في الساعة كما أضيفت إليه تكنولوجيا جديدة قادرة على الحد من السرعة عند حدوث أي طارق وبحسب وكالات صينية فإن القطار يقطع مسافة 1318 كيلو مترا في أربع ساعات ونصف الساعة تقريبا بين المدينتين نهاية المجهز بأمان الله اشتركوا في القناة